كيف تبدل البراليل ما تزربش ألعبها نورمان بعض الوصول من عيسام الجلالي نعم ذاكا صوت عيسام الجلالي وذيكا توسيات عيسام الجلالي اما المشكلة وانه ما نطبقتش التوسيات اللي قلها عليهم الحكاية ذاكا صارت في الدوزيام سات وخسرتها وقتها دوزيام سات اليوم خرجت أنص جابر من عنق الزجاجة هو مش عنق اعوينيق متاع زجاجة بصراحة خاطر وضعية اللي تحطط فيها خمسة بواحد ترونت كنز في مرحلة معينة ومبعد خمسة اثنين ترونت ترونت يظهر لي يعني مرتينة دوبوان ديوماتش في نفس السات يظهر لي سيبا فاسيل مش اي لعبة تنجم تعملها كاية اليوم بش نستخدص ببرشة دروس منه الماتش هذية في الماتش هذية أونس قدمت برشة لمحات متميزة ياسر خلصا معكم شقال الموذية على لقتها متميزة واستثنائية عملتها في وسط الماتش نميزة هذية وقتها في الجولولة متعد وزيام سات وقتها عملت جوة خرافية، ومركت بها بنت وستثنائي فى الفيديو اذى باش نشوفو التحليل على الماتش كامل على برود توا بيجام بكري هبطت فيديو اشو يعني فيها رد تفعل مباشر جس بعد الماتش انس جيبر فانز ارحبوا بكم نارجوه وتسويت ونبدأ بكلمة اللي قالتها انس جيبر فى آخر ماتش . . . . . مرحباً مرحباً أن نرى ما يحدث عندما أونجابر لا يستطيع أن أذهب إلى المنزل هذا كان مرحباً أعني أنه عندما تكون هناك مجموعة كثيراً لا تريد أن أذهب إلى المنزل فقط تريد أن تتبع أكثر لذلك شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم وشكراً لكم أشكراً لكم أعتقد أن أكثر من الأشياء أولاً المنزل حقاً للمنزل لا تتبع أردت بعض الناس يقول لي أن لا تتبع وأردت أن فينس قرارتها بأمر بعدها لـ 5-1 لذلك هي مرحباً لأني لرحبات كثيراً فيما أنثيراً ومعاً لها كنت للمنزل لقد أن أتبعها بـ هي أنتها بالتوامل ولم يكون لقد سبعها أريد أن تكون من المنزل منذ سنينة كنت تلقي حسين كثيراً رحباً لماسكيراً بعدها كنت تلقي لك أمثيرًا لكم لأنكى تضعها بالتضع طريقة أرنب نعم لقد ساة كانت قميادة راححباًا لذلك كان جيداً وأنت مستعداً لتعود هنا في سنسيناتي العظيمة مرحلة، الناس مرحلة هنا لذلك يجعلني موتيفة شكراً للمشاهدة من الأساسي شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة أردت أن أستطيع أن أقوم بها إلى النهاية حسناً، نحن نعلم أن تفعله أيضاً جيداً في الثلاثة على الثلاثة جميعاً لنسمع الثلاثة لنسمع الثلاثة وعبرت على سعادتها بالكمباك الكبير اللي عاملته من خمسة واحد رجعت لطرح وفكته وقالتوا أنه ذا مصدر إلهام لها والعديد من اللاعبين أيجاً واسئلها انسويت خصوصاً على العودة متاحها بعد خسارة نهاية متعوم بلودور قالتوا أنه أخذت وقتها مع عائلتها وفرحانة كونها عادت لهنا عبر بوابة سنسيناتي وباتبعها شكرت مرة أخرى الجمهور انسويت اللي يعطوها كيفاش نقوله ديزان الرغبة في المنافسة وتمنت وأنها تقعد مواصلة حتى نهاية الأسبوع يعني تقصد وأنها توصل أقصى أحد في الترنواء كما ترى ومح دخلتش برشة التفاصيل أغلبو شكر للجماهير نمشي وتوى للطرح وكما قولنا بشوفوه بالمجموعة بالمجموعة وشنية اللي صار فيه مجموعة لولا دونت أنس جابر دخلت تلعب بطريقة مقبولة بها دخلت دخلة بها يعني محترمة هي اللي بديت على الإرسال دونك من اللول تقدمت ثيم بواحد وبعد عملت مام حتى كسر إرسال على منافستها وتقدمت بنتيجة ثلاثة بواحد وحافظت عليك التقدم بتاعها رجعتها هي لمحالها عدت فرص بش تعمل كسر آخر لكن الشكل فوات تفشل بش تعمل دوبلي برايك المهم دونك قعدتها كاكا لين كملت المجموعة بنتيجة 6000 وانهاتها بأيس دونك المجموعة اللولة تعدت هات بتاع لعبة راجعة من عطلة طويلة شوية نسبيا راتات بلوزير تورنواء ملعبتش فيهم كما تذكروا ملعبتش لا في واشنطن ولا في موريال وبطبيعة في موريال كما قلت لكم روما مرفت ما تماش إصابة في ركوبتها بقات روحها مزالت ما هيش مهايقة نفسانيا بعد هزيمة مبلودون مش ترجع في الكمبيتسيون بشكل مباشر هذك عليش أو كتثبت بإصابة في الركبة وفي الحقيقة ما نفهماش منها حكاية الإصابة المهم المجموعة اللولة تعدت هات ومعنطها مضحسناش بمشاكل كبيرة بالنسبة للأنز جابر وحاجة مهمة هي سريتها في المجموعة اللولة وهي أهم حاجة النجاحها في الدوزيام سيرفيس يعني حتى وقت اللي تفشل بش تعدي الإرسال الأول وتمشي الإرسال الثاني فإنه الدوزيام سيرفيس متاحها ومو واضحة متعدي يعني قوي وباهي وماغي ما تخليش الفرصة المنافسة متاحها كالينينا بش تستقبل كورة بشكل أليس رغم اللي هو دوزيام سيرفيس ملاحظة أخرى في الساتة كونه جيتها عديد و العديد من الفرص متاع الكسر ستة مره تجيها فرصة كسر ولكن مره بارك نجحت بش تعمل الكسر وذي سيتيتها ننديس ودو بيو دو ماتش كونه إلي بوسبل وانها بش تراتي بلزير اوكازيوم متاع كسر في الساتة ذي المسألة ما كانتش مؤثرة خصوصا وانها كانت في الإرسال متاحها وامورها واضحة على الأخر متعرضت حتى مره الريسك متاع كسر إرسال كما ترى حتى هو في الأرقام قدامكم كانت معانتها ساتة مرتاحة على الأخر عملت ريزوينرز قدام 5 الكاريولينا حتى الأخطار مباشرة مع مقارنة منافستها نسبيا مش برشة 13 مقابل 17 واضحة السيطرة الكاملة متاحها على المجموعة ذي رغم اللي رينا بعض الأخطار المجموعة ذي رغم اللي هي كانت مسيطرة فيها بشكل واضح وكبير فانه حسيت ثم أشكال بدني ثم شوية أشكال ذهني ما توترتش في المجموعة ذي صحيح لكن قاعدة تعمل في تعمل في خيارات غالطة وتضيع في برشة كورة وفرص سهلة ورغم هذا الكل فانه السيطرة عدت مرتاحة وكنا نتفرجوا فيها مرتاحين وحاسينها مستواها بعيد ياسر على منافستها وبالتالي ماشي في اتجاه واحد هكاية كانت مرتاحة لكن اللي صار في الدوزيان سات هنا بدأ يعطينا في انتباع اخر مختلف تماما وشتانة بين اللي صار في الساتة الأولى وفي الساتة الثانية عبارة على هز ربي عبط وهبط عبط اخر الساتة الثانية خلنا انا عم بكري حكيت لكم عم بكري في الفيديو اللي فات اما بعوجة لا بداتها من اللول دخلت بقوة كسرت ارسال ومن بعد الى الاشي ومن بعد تراجعت وخسرت ثلاثة عشوات مبتالية ولت خسرت روزيان وهنا بدت تدخل في النرفزة ورغم ذلك فان عودة رجعت ومالجريسة بقيمة نرفزة يعني ذا اللي باهتني انا فيها وقت اللي هي تروى تروى والكمبورتمون تاحها يعني طبعا ذكرية بحسات فسات الثانية وضعيتك عادية وكما كسرت الارسال وكما كسرت الارسال منافست حتى اللحظة ذاك تروى فواء وتوتا المرة في الساتلولة ومارتين في السات الثانية فانك كبابل بيش تكسر الارسالة دونك مثلا ماش داعي بيش تتوتر وتنرفزة كاك لكن اللي راعنا وانها هارمات رتيش تركات مرة ودخلت في بيجر فواء في كل حديث تبدأ تحكي تحكي وحدها تفاصل توري اللي هي متوترة رغم اللي كما قلت ونأكد ومثلا ماش داعي للتوتر انتوك دونك اوصلنا لتروى تروى ومبعد مام وصلت كسرت الارسال متاع وتقدمت خمسة ربعة شوفوا لهنا ذاني حطيت لكم اللحظة هذي لحظة اللي الارسال عندها هيا متقدمة خمسة ربعة والنتيجة كارنت 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 وكالينينا تقدمت كارنت ترنت ومبعد هي عدت ايجاليتي كارنت كارنت يعني الهنا مدام الارسال عندك تخرج ايس انت بخبرتك وقدراتك المفروض وانه في لحظات حاسمة تخرج ايس هنا تخرج ايس واقلا تخرج ايس استثنائي باش تتقدم واخذ بالماتش يعني كان ممكن وانه الماتش يوفى الهنار في تعمل دو پوان مبهين يعني متميزين وعليش لا مش واحد منهم ولا تزوز اي يكونوا ايس وتربح لماتش متاعك لكن هنا سيسال البروبلم وقت اللي في اللحظات الصعيبة والحاسمة تتلقاش حتى تبدو في ارسالها وهنا لقت ذكرتني بسراحة تذكرون الفينال متع الويس اوبان ضد ايجا جويانتك في الدوزيام سات وقت اللي رجعت من بعيد ووصلوا لتايبريك ومتقدمة تقريب وقتها كرواء خمسة وعندها دو سيرفيس متاحة دو سيرفيس هاي متاحة يعني تمركيهم تربح وربما تعمل منع ماتش وماتش وقتها جيت يسير صدقوني لو كان مركتهم اكتزوزكوا رضوكم كرواء موات تعمل ريمونتادة خياليا نهارت لكن كما ترى البربلام هذا يعني يعني كرواء المناسبة المهم وقت اللي وصلنا لهنا الى راتي ضيعت زوز كور ضيعتهم لكور زوز اللي بعد ولو خمسة خمسة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة